نسعى في صلاحي أخلاقك كذلك نسعى فيه أن عقلك يبقى عقل علمي عقل مرتب فما تخلي في دماغك مصفة تلاحظ فيها منطقية الأحداث هل الكلام اللي أنت سمعته ده حتى لو أنت مش هتتكلم به ما وأن أنا أتكلم به ده ممكن يكون متفرع عن أن أنا سمعته وصدقت وقبلته فقبل ما أتكلم الكلام ده أصلا مفهوم ولا مش مفهوم فيه فجوات ولا مفهوش فجوات يعني بس فيه حاجات بتبقى بهدف أن إحنا خايفين يا مولانا زي بالضبط الانتشار الإبرة دي يقول لك الإبرة دي حتخضر البنات والبنات حتتخطف وطوله واحد يعيث ويقول بنت تخطفت إذن أنا لو ابتداءا كنت عرفت أن التخدير ما بيحصلش إلا من جرعة 15 ملي في الوريد أصلا مش إبرة أبقى حطوط على كورسي ولازم يعطيها حد متخصص متفنن بياخد أصلا مرحلة بالبحث عن الوريد ممكن تصل لدقيقتين وهو قاعد مستريح في عياته أيوة طبعا بنتربة الدراع هنا وبيفضل يدور على العرق ويدغط وإنه لازم أن الجرعة للإنسان يخدها تكون متناسبة مع سنه ومع وزنه ومع معطيات معينة علشان ما يحصلش مضعفات وإنه لازم يبقى فيه متابعة علشان الإنسان ما يحصلش مضعفات فيتأذى وإنه ده كله مش متأتي من أن واحدة ماشية في الباس ولا بتاعته أم شكة واحدة كده فأم التانية مغم عليها ده يعني فيلم رخيص جدا يعني قد يكون الهدف منه صناعة ترند بالمناسبة نعمل ترند ومشاهدات وكلام وأخذ وعطى علشان إحنا أصبحنا يعني هؤلاء يعني هذا لسانهم يعني عبيد للمال وتعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس وانتكس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون فيها أهدف أخرى أمنية أن إحنا نعمل إشاعة للهلع في المجتمع أو الاتنين أو 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 المهم ما فيش نية طيبة طالما الموضوع مبناه على الكذب ترجمة نانسي قنقر